انا سألك على جوزيجو ميز بس مش هقولك مصيره اين بالنهاية الموسم هسألك السؤال بطريقة تانية جوزيجو ميز هيبقى مدرب الزمالك في السوباء الافريكي؟ 100% 100% اه اه ايام اللي فاتحة كريم الناس ربطت وتقال شوية كلام كده وترشحات وبدرو ايمانول وأكتر من اسم تقال ان الزمالك بدأ يتحرك في ملف المدير الفني ده ده كلام غير سليم بالمرة انا تواصلت مع اكتر من مصدر جوه نادي الزمالك العلاقة ممتازة جدا ما بين كابتن حسين لبيب رئيس النادي لانه هو يعتبر هو يعني رقم واحد في فرقة الكرة او هو المشرف حقيقي على فريق الكرة هو اغلب الملفات بتكون معاه دايريكت فالعلاقة بينه وبين جوزيجو مميزة جدا مجلس ادارة الناس زمالك وتحديدا كابتن حسين لبيب شايلين للراجل ده انه هو في ازمات كتير تعرض ده الناس زمالك منطش من المركب يعني زمالك لما الراجل جاي وكان زمالك جاي بالصفقات الراجل ما اعتردش لما زمالك تعرض لإقاف قيد مؤخرا الراجل ما جايش قال انا همشي يعني اوقات كتير جدا 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 مرتبه كان بيتأخر مكافأكة بتتأخر الراجل ما كانش بيعترض متعاون جدا مع ادارة النادي فالنادي شايل للراجل ده شايل للراجل ان الفرقة يعني كلنا شايفين الفرقة مش في افضل حالتها من حيث العناصر من حيث انه ما عندكش وفرة عددية في مراكز معينة فمجلس الادارة كابتن حسين لبيب شايفين انه لازم جزيجو ميز يكمل في مشروع جزيجو ميز نفسه يا كريم اتكلم مع كابتن حسين لبيب انه عنده تارجت انه هو السوبر الافريكي والسوبر المصري وطلطين هو عايز اخدهم مع نادي الزمالك خليني كمان اقول لك مفاجأة انه جو ميز جاله عرض في اول الشهر وعرضه على كابتن حسين لبيب وزمالك تمثب به وهو جو ميز نفسه العرض اكمل من؟ النادي سعودي النادي سعودي وجو ميز نفسه قال لكابتن حسين لبيب طالما انتم متمسكين فانا موجود ومكمل والراجل رفض فكرة الرحيل يعني هو لو عايز يمشي عنده اكتر من عرضه وهيفكر وهيجيله عروض لكن الرغبة مشتركة كابتن حسين او مجلس الادارة بشكل عام وجو ميز اللي اتنين حابين ان التجربة تكمل يعني اشتركوا في القناة